الرياضة بطولة والبطولة تؤدي إلى تصنيف والتصنيف يزيد من القيمة والقيمة تعلي القيمة أو ترفع من القيم التسويقية للنادي كأي نادي ودي غيرة النادي الأهلي على حقوق التسويقية مش على مجرد لقب لا اللقب لأنه متسجل كعلامة تجارية كان ممكن نطلع لكم كل الأسانيد الرسمية للأهلي سجل بها هذه العلامة التجارية والمخاطبات الرسمية من الاتحاد الأفريقي اللي وثقت هذا اللقب للنادي الأهلي لكن الأوراق كلها أمام المحكمة الاقتصادية في الدعوة اللي أقامها النادي الأهلي مدفعا عن حقوقه لكن أما وإنه قضية نادي القرن الناس وديتها لوزارة التموين فالدكتورة علم صلح وزير التموين حسم المسألة في هذا الجدل والرأي لا يوجد خلاف ما بين أهلي والزمالي من فضلكم لا يوجد حاجة اسمها وزارة التموين قدت العلامة التجارية دي للنادي الأهلي أو مدتهاش للنادي الزمالي افترض جيت قلت دكتورة علي أشتر واحد في العالم أروح أسجله أه تقدر تروح تقدم طلب إنما أنك تسجل لأ حنشوف أنهي جهة علمية اعتمدت أن الدكتورة علي أشتر ثم ده بيتم تترك الدراسة لمدة ست شهور وده بالقانون الدولي مش القانون المحلي ثم بعد ذلك بناء على البحث والتدقيق في ذلك نقول أو الله الدكتورة علي أطول رجل في العالم أو الدكتورة علي أشتر رجل في العالم إنما نرجع لموضوع النادي الأهلي النادي الأهلي جاب من الاتحاد الأفريقي بناء على نتائج معينة ولجان معينة إنه هو نادي القرن في هذا الموضوع ولو مش غلطان كان 2007 ثم قدم ثم تم البحث ونتأكد من مصادر هذه المستندات ثم بعد ذلك تم تسجيل هذا الشعار النادي الزمالك وكل تقدير لنادي الزمالك إنه هو رئيس النادي تقدم بطلب إنه هو يسجل هذا الموضوع جاري البحث وإذا كان هناك مستندات تدل على ذلك سيتيم إن لم يكن هناك مستندات لا يمكن إنه نعتمد ذلك لسبب ده موضوع علمي فني دقيق كل ما هو يسجل هنا بيسجل في الخارج إنما كن إن أنا معايا ورقة من جهاز تجارة داخلية والعلامات والنماذج الصناعية إن أنا سلمت لتسجيل ده موضوع إداري في بحث إنما عندما يتم البحث والتدقيق ساعتنا نقول ينفع أو ما ينفع ترجمة نانسي قنقر